نروح سريعا هوا من فندق الإقامة مع حضراتكم النهاردة اللعبتنا إن شاء الله نجمنا في فندق الإقامة وأنا شايف نسبة التركيز عالية يعني الحاجات دي بتفرق معنا شوية قبل المباراة يعني بشوف نسبة التركيز بشوف ببص على عيون اللعيبة ببص على في حاجة عندنا احنا في النادي الأهلي دايما بتبقى ايه يعني نسبة التركيز عندنا غير نسبة التركيز عند اي فريق تاني يمكن من قبلها بيومين بنبقى مركزين في الجيم يعني أنا متأكد إن بعد المباراة اللي فاتت لعيبة النادي الأهلي فرحوا ساعة ولا ساعتين وبتدوا التركيز للمباراة اللي جاية اللي هي بتاعة بالميرس النهاردة بصوا الجدية مفيش التهريج مفيش الهزار الزايد عن الحد آه ممكن يكون فيه ثقة في تفاؤل بس نسبة التركيز عالية جدا 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 وعلى فكرة جمهور النادي الأهلي يمكن أمير قال حاجة قالك إن جمهور النادي الأهلي مالي الملعب ان شاء الله عن آخيره لإن اللعبة اللي قدامنا دي جمهور النادي الأهلي بيصغ فيها بنسبة كبيرة جدا جمهور النادي الأهلي المباراة اللي فاتت برغم الصعوبات مالا الملعب قابليها بساعتين ثلاتة برغم الصعوبات كان واثق ومتأكد واثق ومتأكد ولو مش بالنسبة 100% ولكن واثق ومتأكد بنسبة كبيرة جدا ان الاهلي مش هيأثر وحيكسب وده اللي حصل علشان خاطر اللعبة دي عملت انجازات كبيرة جدا 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 مش اللعبة دي بس ده على مدار تاريخ النادي الاهلي على مدار سنين كبيرة النادي الاهلي اللعبة دي احنا عارفين معدنها احنا عارفين امت الفانيلا الحامرة أي لعيب بيجي النادي الأهلي بيلبس فانيلا الحامرة بيبقى غير حاجة تانية خالص غير أي حد تانية خالص لأن فانيلا الحامرة دي فعلا 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 لها مفعول السحر لها مفعول السحر خلينا بقى نتكلم النهاردة عن بالمرة طبعا نتكلم برضو على متحف الفيفا حصل النهاردة على توقيع الكابتن محمود الخطيب على فانيلا النادي الأهلي علشان يضمها ل...